انا بنشهد رسول ذهاني وبقول له مش وانا يعني انتو مش متبصلوا المعاقين يعني المعاقين مثلا اذا كان معاق مش مقتدر اذا كان كفيف او اذا كان اي نوع عاقة ليه مش متبصله في السكن ليه مش متبصله في التعيين ليه مش متبصله في حياته انا طبعا من المعاقين كفيف البصر كنت كلمت حضرتك قبل كده وطبعا الاسكان يعني ربنا والاعلم طبعا الشغل والعمل اللي انا قائم به عامل في التربية والتعليم عامل في التربية والتعليم تعاقد من 2012 من واحد 2012 ستين جنيه وعندي ولد وبن والولد برضو ايضا كفيف البصر وطبعا حضرتك ازاي ومع ذلك يعني احنا حقنا مهدور تماما اذا كان في تعيين او اذا كان في سكن او اذا كان في حياة كل شيء مهدور طب محمد بس اسألك حاجة عايز اسألك على حاجة بس انت مقدمتش في اي حاجة خاصة بوزوات الاسكان او طب ماشي احنا بقى نعرف الفرصة اه ده اولا ثانيا انت متزوج وتعول انت قلت لي انت ساكن فين انا ساكن في الشرقية في الشرقية انا تابع الشرقية تبتول كلمتني قبل كده مركز اولا تصاص كلمتني قبل كده كلمت حضرتك قبل كده وولتلك على الظروف ديت وولتلي انت هتصل بحضرتك وحضرتك انت تقريبا امسيت انا عافوا سامحني سامحني فعلا سامح بعد كده انا بنشد اصحاب الخير وبنشد الدكتور حسن راتب ان هو يوقف جمبي طيب زي ان انا ظروفي صعبة جدا 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 وبنشد السيد عبد الرئيس عبد السباح السيسي الاب الفاضل ان هو يوقف جمبي كل معاك مش انا بس طيب استأذنك لو زميلي يعني سيب رقم تريفونك ونتواصل يا جماعة فكروني اكلم محمد بعد الهو بعد اسمك طيب هو بيكلب اصحاب اهلية الاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة احنا بدينهم ميزة في المشروع الاسكال الابتماعي ان اول الوحديات ما بتخلص اول حاجة بنطلعها نسبة 5% ده قرار مجلس وزراء لزوي الاحتياجات الخاصة اول حاجة بنطلعها 5% دول يعني فيه بس هو مش عارف ليهم الميزة دول بس لا بس هو حالته تانية مختلفة يعني هو حالة اصعب كمانه هو اصعب انا معهوش الفلوس خالص ان يقدم بيقول بياخد ستين بنيه وهو موظمم كده يا سازيني اه لا مش موظمم فيه ناس كتير جاء اخدهم عندنا الاحداث وعندهم خدرة مالية وبيسددهم على البنك دلوقتي الاصحاب بس موظم اصحاب الاعاقة انما الحالات دي بقى فيه طبعا دلوقتي اللي انا حسب المعلوماتي اللي بتتكفل بهم وزارة تتضمن الاجتماعي واعتقد انها عمنا لهم معايش دلوقتي اعتقد معايش تكافل وقرامة بيتاخدهم كبار السن كبار السن وزوي الاحتياجات الخاصة دل ده انما ده مش مسئولية وزارة الاسكانة انا عارف